إلى الشحر حيث قدم مأمور مديرية الشحر عادل بعكابة ونائبه مصبح البحسني ورئيس محكمة استئناف حضر موت القاضي محمد فرج السبتي ومدير محكمة الشحر الابتدائية أحمد كرامة البحسني واجب العزاء إلى أسرة العلامة القاضي محمد سالم الحداد الذي وفاه الأجل اليوم بمسقط رأسه مدينة الشحر أكد بعكابة على أنه وبوفاة العلامة القاضي فأن اليمن وحضر موت قد خسر أحد أعلام القضاء المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والتسامح وعفة النفس وتوجه بعكابة بأحر التعازي لإخوة الفقيد الدكتور خالد وماهر سالم الحداد وأسرته ومحبيه سائل المولى عز وجل أن تغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنات ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان